بسم الله وصلاة وسامة وصول الله السلام عليكم السلام عليكم الله بالخير وحياكم الله مع العزاء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عالم الصحافة في كل حلقة من حلقات البرنامج استعرضوا أياكم آخر المستجدات الرياضية نستطيع في حلقات البرنامج العديد من النقاد والمحللين للحديث معهم أكثر حول آخر هذه المستجدات كما يسعدنا استقبال مشاركاتكم من خلال هاشتاق البرنامج عالم أندرسكور الصحافة أسعدوا أن يكونوا معي في حلقة هذا اليوم من استوديو الرياض الزميل الإعلامي يوسف أرشيد حيئك الله وبركاته سهلا أخي ألي يا الله حيي وحيي الأخوان والأخوات المشاهدين لبرنامج عالم الصحافة عبر قناة الرياضية السعودية نسعد بلقائك من جديد من داخل الله يوفقك سيكون معنا كذلك من شاء الله تعالى من استوديو الدمام لبرنامج عالم الصحافة زميل سعيد الهلال نسعد بمشاركاتك مازال مشاهدين والتي سنخصص لها من شاء الله تعالى الكثير من الوقت عبر هاشتاق البرنامج عالم انترسكور الصحافة نبدأ بفقرتنا الأولى لحلقة هذا اليوم كما جاءت العادة الصفحة الأولى ونطالع من صفحتنا الأولى من صحيفة عكاب المانشت العريض التالي موعد مع السلطنة الساعة السادسة والربع من صحيفة النادي تعبئة جماهيرية هاتو نقاط الآسيوية ومن صحيفة الرياضي العويس البنتلي من نادي عاصمي والأهلي في مهمة ذوبهان والهلال في اختبار الريان من صحيفة الرياضية الأعضاء يحملون عزة خلافات الديون بين الاتحادين اتحاد كأس الخليج يوقع عقد المليار مقابل بيع حقوق 13 نادي بطولة للمنتخبات والأندية الفتح يطالب بدكرار عقوبة مانسو وفي منشط آخر الشرفيون يصرفون رواتب المرزوقي وذلك في نادي الشباب حكم الله مرة أخرى عزة مشاهدين في حلقتنا هذا اليوم برنامج عالم الصحافة نسعد مشاركاتكم من خلال أشتاق البرنامج عالم الراسكور الصحافة كما يسعدني استقبال إذن ضيفنا الآخر من استوديو الدمام الزميل سعيد الهلال مساء الخير أبو يوسف هلا والله مساء الخير أمس عليك أخوي علي ومس على ضيفك يوسف رشيد يوسف رشيد نعم والله حياكم الله نعم تحارك وسعيد بالظهور معكم في القائلة خلنا قول تمنى لكم التوفيق إن شاء الله نبدأ وياكم بإذن فقرتنا الأولى من العنوين الرئيسية لحلقتنا لهذا اليوم وصادرة إذن فقرتنا الأولى من صحيفة الرياضية وصفوه بقليل خبرة اجتماع رباعي يذيب الجليد والمعابد يعلن الصلح والتهدئة للأعضاء والأعضاء إذن يحملون عزة خلافات الديون بين الاتحادين في تفاصيل الخبر واللي حرر الزميل إبراهيم الجريس ذكر فيها أنه ألقى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي كرة القدم باللائمة على ما وصفوه بقلة خبرة عادل عزة رئيس الاتحاد في الخلاف العالق مع مجلس الإدارة السابق بشأن الديون المالية المتراكمة على كاهل الاتحاد وأغلقت أو أغلقت أمس الاثنين صفحة الخلاف الذي تصدر المشهد الرياضي السعودي في الأيام الماضية بعدما اجتمع عدنان معيبد رئيس اللجنة المالية بالاتحاد السابق مع عادل عزة وعادل البطي الأمين العام للاتحاد الحالي وعبد الله مؤمن مدير الإدارة المالية وذكرت المصادر أن أعضاء المجلس الحالي حملوا الرئيس عزة مسؤولية ما وصلت إليه العلاقة مع الاتحاد السابق واتفقوا على إمكانية إيجاد حلول مقنعة دون أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في الأيام الماضية عندما عقد مؤتماً صحفياً تحدث فيه بإسهاب إلى جانب عبد الله مؤمن عن بعض القرارات التي يرى الاتحاد السابق أخطاء في اتخاذ قراراتها يشار إلى أن مجلس الإدارة حالية الاتحاد القدم أفاقى في الأيام الماضية على العديد من الصدمات ابتداء من وصول الديون المستحقة إلى ما يزيد على 196 مليون ريال بحسب قائمة مركز المالي حتى 21 ديسمبر عام 2016 وانتهاءاً عند اكتشافه قيام المجلس السابق في ديسمبر الماضي بعملية صرف رواتب ثلاث سنوات دفعة واحدة لما يقارب 30 موظف من خارج قائمة العاملين في اتحاد القدم خليني أبدأ معك أبو هاكان طيب رأيك خليني أحنا نبدأ في صلب الموضوع بعض التصريح تحاول تشتيت الأساس في المشكلة أحنا أساس المشكلة هناك خلل في الميزانيات الاتحاد السعودي وهذا معلن بصراحة من سمو الأمير عبدالله بن مساعد بين بطولة الخليج التي تصطفتها السعودية تصريح مشهور له عندما أعلن أن أعداد الميزانية الاتحاد السعودي بعد انتظار مدة طويلة لا تعد ولا في شركات صغيرة وإحضرت له حين كان في أحد شركات وإحضرت له من شخص مالي كان أنهى التعاقض مع هذا الشخص فهذا يدل على وجود خلل كبير في موازنات الاتحاد السعودي من سنتين خلال السنتين هيئة الرياضة الجمعية العمومية لم تحرك ساكن إجزاء هذا الخلل الكبير في نهاية فترة الاتحاد السابق وجد أن هناك خلل تم اكتشافه عبر الاتحاد الجديد وصف الاتحاد الجديد أو رئيس الاتحاد الجديد بقليل الخبرة أعتقد محاولة تشتيت الخلل الكبير في ميزانية النادي الجميع يعرف أن نصف المديونيات موجودة على صالح وزارة المالية بما يقار 90 مليون قيمة عقد فضل عقد ريكارد وهذا موجود من سنتين يعني مش ميديونية جديدة هناك خلل أيضا كبير أنه مسأل تصرف 30 مليون ريال أو 30 موظف 5 ملايين ريال لمدة هذه السنوات سابقة هذا خلل كبير ويضع علامات استفاء معتقد الجمعية العمومية في اجتماعها القادم يجب أن يكون لها الفصل في هذا الموضوع بكل شفافية المتابع ينتظر الشفافية والمترقب ينتظر الكشف عن كافة هذه الأوراق هناك أيضا الحديث عن سيارات لم تسلم مزاعد في عهدة المجلس الإدارة السابق وهذا أيضا أعتبره خلال في الاحترافية من أعضاء المجلس السابق إن كان ما ظهر على السطح صحيح لذلك الحديث عن الأمور المالية بشفافية راح يضع إن شاء الله اليد على الخلل ويتم إصلاح إن شاء الله لمستقبل أفضل الكرة السعودية جميل طيب خلونا نطع معكم للمحورة الثانية لأنه يتكلم بنفس الموضوع عن التركة حول ما بقي من الاتحاد الماضي وعلاقته بما نشر على قراتهم الغسيل أستاذ عادل عزت في ترأسه للاتحاد الحالي العنوان القادم صادر من صحيفة مكة وحول الموضوع تحت عنوان سيارات اتحاد القدم السابق هدايا من الراعي تفاصيل الخبر لذكر الزميل عبدالله فراج ذكر فيه أنه وكد لصحيفة مكة عضو سابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن السيارات الخاصة بعدد مسؤولي الاتحاد السابق ليست ملك اتحاد كرة القدم حتى تصبح عهدة يجب تسليمه الاتحاد الحالي مبينا أن الراعي الرسمي لنهاء كأس ولي العهد الموسم الماضي وهي شركة نيسان قد أهدت خمس سيارات من نوع نيسان باترول لخمس شخصيات بينهم الأمين العام السابق لجنة الأولمبية محمد المسحل والذي تبرع بها لمصلحة اللجنة وما زالت تستخدم في الفترة الحالية إضافة إلى رئيس الاتحاد السابق أحمد عيد وثلاثة من الأعضاء بينهم الأمين العام السابق أحمد الخميس وأكد المصدر أن عهدة سيارة رئيس الاتحاد السابق نقلت إلى الرئيس الحالي عاد العزة وهي من نوع فورد لينكون وأن الأخير استخدمها فعليا سعيد أهلال خلس مع رأيك الآن تسمعك أبو شوي يوسف رشيد الشيقول يقول وحنا المطالبين في الشارع العام على مزيد من الشفافية هل الخطوة اللي أقدم عليها أستاذ عاد العزة تعتبر الشفافية أم قلة خبرة بسم الله الرحمن الرحيم أنا واشيب أقول حق الأستاذ يوسف والزميل يوسف أن الشفافية أنك تكون مطالعة على كل الأمور وتتحدث عنها بواقعية وش أنك تتكلم عن جزء منها وتترك الباقي الأستاذ يوسف رجع لموضوع أستاذ أحمد عيد عفوا الأمير عبدالله بمساعد في خليجي 22 اللي قيمت في الرياض وكان فيها هجوم حاد من رئيس هي العامل الرياضة على اتحاد القدم وخرج وقتها عدنان المعيبد وفند كل الأمور وحتى حصار فيه اجتماع شك اللجنة من قبل الرئيس الأمير عبدالله بمساعد ولجنة من الاتحاد السعودي وتم الاجتماع وكان عدنان المعيبد ما شاء الله تبارك الله أسد في ذاك الاجتماع ووضح كل الأمور ووضع النقاط فوق الحروف وطلع الكلام اللي سبق نقيل على الاتحاد القدم غير صحيح اليوم يتكرر المشهد مرة ثانية أيضا عدنان المعيبد عدنان المعيبد أمس كان في اجتماع ما في الاتحاد السعودي ما في الكرة القدم بحضور أستاذ عادل البطي أستاذ عادل عزت مكتب العظم مسديري وعبدالله المدير الإدارة المالية كانوا كلهم متواجدين وعدنان نفس الحكاية ووضع النقاط على الحروف وتحدث معهم بشفافية وأوضح كل شيء وعبر عن السياء المجلس السابق من تصرف الأستاذ المهندس عادل عزت أو الدكتور عادل عزت وهذا الشيء صراحة اللي أساء أو أثر في جميع الرياضين في المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية كيف كيف أنا رئيس الاتحاد السعودي نكون قدم أحمد عيد رئيس أمحمد النويسر نائب بعدنا المعيبد جاسم الجاسم أمحمد السليم البقية تأتي كلهم أعتقد أنهم موجودين ما عليهم لحكم قضاء هربانين مثلا ولا مدريش ولا كذا ولا يقبع أحد في السجون ولا شيء لا كلهم متوازدين يا أخي الأصول وحتى النظام في الشركات إذا كنا نتكلم عن رجل مثل الدكتور عادل عزت أنه جاء من الشركات التحاد السعودية والقدم يتم الاجتماع مع الجمعية العمومية ومناقشة وتحقيق ومساءلة وإذا كان فيه أحد مذنب يتم له الإعلان عنه عبر الجهات المختصة ولكن أن تأتي وتخرج للملأ وتقول أين سياراتكم أين كذا أين كذا أين كذا هذا شيء ممنطقي حتى أعضاء الجمعية العمومية أنا أنا منهم يعني أقدم احتجاج رسمي لا ما حدث ليه لأن في في القانون المحاسبة أو في الأمور الميزانيات هذه يجب أن يتم الإعلان عن هذا الشيء مناقشته في الجمعية العمومية أولا يعني أعضاء الجمعية العمومية يعلمون من خلال هذا الاجتماع أنا ما أعلم إجتماع جمعية Senate ما تحدد أنت رئيس الآن و أنت رئيس الجمعية العمومية رئيس التحاد السعودي هو رئيس الجمعية العمومية يستطيع أن يحدد أي وقت ويعقد اجتماعه ويتحدث معهم بشفافية و أيضا يحق لها أن يساءل السابقين و أنا ما أقول لا يتهاوم معهم لا هنقول أنه يسائلهم ويعاقبهم إذا كانوا مخطئين ولكن ما أعتقد أنه اتحاد استطاعها أن يجلب ما يقارب 750 مليون ريال أنه بيلتفت لصغائر الأمور وكلهم إن شاء الله لديهم ذم وضمير وكلهم مسؤولين أغلبهم موظفين في الدولة مسؤولين كبار مؤتمرين على مئات الملايين أنا أتكلم اليوم عن أنه لازم نتكلم عن الشفافية نتكلم عن كل شيء في الشفافية سعيد معنات دعنا أستوضح منك 750 مليون التي استقطبها تقصد إدارة الأمير عبدالله بن مساعد أو تقصد أحمد عيد لا 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 التحاد السعود كرت قدم من 310 الذي هو النقل التلفزيوني هو الآن يتكلم عن الاتحاد الماضي أنا أتكلم نعم أتكلم عن التحاد الماضي لا أتكلم عن التحاد الماضي الاتحاد الماضي جاء ب750 مليون نعم بكل سهولة أربع أعطيك بسهولة نقل التلفزيوني 310 وعبداللطيف جميل 125 وبقية الرعايات من ستي سي لكوكا كولا وانت ماشي ما شاء الله تبارك الله بمئات الملايين سهلة جدا حتى في أشياء صغيرة يعني طيب هل هذا يجيز أنه مثلا يتصر في بعض الأمور اللي مثلا يصر في 30 رات 30 موظف متعاون يخي إذا كان أنا عندي عجز والناس كانوا سكتين عني وراضين جزاهم الله خير بالعكس أنا أكرمهم وقلهم شكرا ما قصرته بإيضا الله وجيهكم يعني معناته أنت من تبعاهم أنه لابد أنه تكون الأمور واضحة أمام الملأ طبعا أكيد أنا ما في شوفه أقول لك شيء أنا أقول لك أنا مانب ضد المحاسبة لا أنا مع المحاسبة ولكن أنا ضد التشهير وتشويه صورة الناس قبل ما تتم محاسبتهم وناقشتهم ونجلس معهم أنت شفت طلع الدكتور عادل في المتمر الصحفي من ثم طلع في برنامج رياضي آخر وبعدها الآن تم الاستدعى عندنا المعيبدي أخي ليش ما استدعيت وعدنا المعيبدي وجلست وعلى فكرة أنا من معلوماتي يعني من مصادر خاصة جدا الاتحاد السابق هو من بادر هو من اتصل هو من توجه وكان تصرف عقلاني منهم بعدم الظهور في الإعلام والتحدث فيهم التحدث عن هذا الأمر حتى الأستاذ صالح بنخاع عندما خرج تحدث عن الاتحاد السابق عن ما الذي فعل وما تحدث عن ما الذي أتاهم من الاتحاد الحالي أنا أتكلم عن طبيعي الخطوة هذه لكن الآن نبي تتكلم عن خطوة لا 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 صالح بنخاع طلع يرد طلب مني أن يرد عن الاتحاد عن الاتحاد الحالي وطلع برد قال ما راح تكلم على حد ولكن نتكلم إحنا عملنا كذا وكذا وكذا بس أنا أتكلم لك بشفافية أو طب نفس الشفافية نمشي بقطار الشفافية اللي طيح فيها اليومين أنا كنت أتمنى كل شيء يطعب شفافية خلأ برجعها لي يوسف أرشد الشفافية اللي أنت بدأت فيها هل ترى أنه خطوة فعلا عادل عزة أنه خطوة تحسب لها شفافية أنا أتفق وشي أم أنه قلة خبرة الآن سعيد اللي يقول ترى قلة خبرة ما قالها بباشر واضح كرام أنه قلة خبرة أنا أتفق مع سعيد في مسألة أنه الشفافية يجب أن تكون جميع الأوراق على مكشوفة يعني لا يظهر شيء ويخفى شيء آخر هذا جزء أنا أتفق معه فيه بالكامل ولكن وجود جزء من الشفافية هذا أمر مهم نحن ننتظر جميع الأوراق أن تنكشف بالقادم الأيام الأمر الآخر اللي أنا ما أتفق مع سعيد فيه أنه مسألة أنه أنا أتكلم عن التحاد السابق حقق إرادات ضخمة بالفعل التحاد السابق حقق إرادات واستطاع تحقيق شركات تسويقية جميلة لصالح الكرة السعودية ولكن لا يمكن أن أعتبر هناك عجز طوال الفترة الماضية في آخر شهر أن أسدد المبالغ الثلاثين موظف لمدة ثلاث سنوات خمس ملايين معناته هناك خلل في عملية الإدارة المالية في التحاد السابق أمر آخر أني أنا أتعاقد مع شركة لرعاية بطولة معينة وأنا كمسؤول داخل هذا الاتحاد أحصل على هدايا إذا كان ما ذكر ذكره لسادة عبدالله الفراج صحيح أن وجود هداء أن السيارات التي تم تسليمها من نيسان عبارة عن هدايا بعدد من الأعضاء هذا خلل كبير هناك تضارب للمصالح مستحيل أن الشركة ستعطي هدايا لأحمد عيد وغيره وهم في بيتهم إذا كان مسؤول داخل التحاد السعودي هناك تضارب للمصالح هناك خلل لجب أن نتوقف عند النقطة هذه لجب أن يحقق فيها إذا كانت صحيحة خللنا نقرأ شوي من تبتقول شيء سعيد وانا بروح للتراع على طولنا بنمشي ده لا 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 ما عليش هو يتكلم عن يقول إذا كان في مدخيل ما فيه المفروض يسددون أول بأول ونقول له لا أنا معي شركاء ونعتبرهم شركاء نجاح كأتحاد سعودي كرة القدم القناة الرياضية أو MBC أو الشركات المعي أو الخطوط السعودية أو عبد الرطيف جميل وكذا العالم يمر بحالة اقتصادية سيئة جدا فلذلك طبيعيا باستنى عليهم بصبر عليهم هم مشركاء يعني كانوا معي بالسراء وماكن معهم بالضراء في وقت من الأوقات أقول لهم أعطوني زيادة يعطوني هالمرة أقول لك السلمة أسمعنا متأخر ما أنتأخر لا هذا مو مبرر بعدين على الفكرة أغلب العاملين في التحاد السعودي متعاونين فالمتعاون عنده وظيفة ثانية بيصبر على لين يأتي مكافأة التعاون هذا الشيء الشيء الثاني بالنسبة للسيارات أنا لحد علمي أنه كان شركة نيسان في السابق سترعى كاس ولي العهد وكاس الملك وكاس ولي العهد ولكن تراجعوا ومنحوهم هذه السيارات كهدايا بشكل مباشر من نفس الشركة يقول لك لأنهم أعتقدوا أنه كانوا الأعضاء الاتحاد الحالي يعني أنه كان بيطبق الدين مثلا وهم قالوا بنقدم هدايا رئيس الاتحاد ونائب الرئيس يعني قصدك ترضية يعني ترضية علشان يعطونهم كاس الملك كاس ولي العهد لا 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 هم تركوها بعد ما تم الغاء العقد العقد ما تم تطبيق على فكرة هذه القصة مش جديدة الموضوع من ثلاث أربع سنوات من أول سنة لهم طي ما بجديد ترى الموضوع قديم جدا نقر على هاشتاق البرنامج يوسف الغنيمي يقول ما استفيد الشارع رياضي ومن المشاكل المالية بين اتحاد السابق والاتحاد الحالي سلطان الدوسر يقول الله يسترم الاتحاد الحالي وما يفرزه تخيل عندك شركة ومعك عيال عمك وإحبابك وما كثيرة وش بيكون مصيرها نحتاج كشف حساب لأي اتحاد أبو خلاد منحايل يقول بالتوفيق للملكي والزعيم اليوم كنصراوي لن أنظر للعلامي المتعصب الذي أجل الشارع الرياضي بالاحتقان سأنظر للعقلاء وإن كانوا قلة بدون زعل يقول رياضة منغمسة في الهبات والعطايا لذلك تلاحظ أن أي دخيل على رياضتنا على طول يعلن انتماءها لنادي أنا ما راح أقول له خلنك تفيه الآن تغريتك اللي قرأتها الباقي غير قابل للظهور حسين علي يقول يبدو أن ضيفك الهلال ينظر بعين ميولة النصروية تجاه الاتحاد الحالي أين الشفافية التي نطالب فيها عبدالله الحجيلي يقول عيد لم يسلم من العلام الذي لم يترك حتى عندما ترك رئاسة مدعوما من الاتحاد الجديد بتلفيق التهم دون دليل وإنما كلام وشوشرة ننتقل وياكم إلى المحور التالي من صحيفة الاقتصادية تحت عنوان زيادة الأولى والثانية إلى 48 ناديا و24 لكل دوري خبر حر الزميل محمد سعد الله وبشير الزويمل وذكر فيه أنه أوضحت المصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس زيادة أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية إلى 24 ناديا في كل درجة اعتبارا من الموسم المقبل على أن يتم تقسيمها في كل دوري إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 12 فريقا علما أن دوري الدرجة الثانية حاليا يلعب بنظام المجموعتين وتأتي خطوة اتحاد القدم في زيادة أندية الدرجتين إلى هيئة الرياضة وهي تستعد لتقسيمها إلى منافسة وممارسة وتجاري وشؤون تجارية إلا أن الدعم المادي سيكون للأندية المنافسة أولا كما أنه سيحرص على دعم هيئة الرياضة لـ 48 ناديا لإصلاح عثاراته المالية وتطوير البنى التحتية من مقرات ومن ملاعب يوسف أنت تشوف الخطوة هذه متوافقة مع رؤية 2020-2030 ولا هذي ضرب للرؤية لأننا نبحث عن مزيد من الاندماج مزيد من ترشيد النفقات الآن لا في أندية الجديدة ستظهر لا أشوف الأندية الجديدة هذا جانب آخر تم إعلان عنه قبل ستة أو سبعة شهر سابقا الذي هو إنشاء أندية تجارية تحت الفرصة للشركات إلى خلق أو إيجاد أندية تجارية وكما تقسيم الأندي إلى منافسة وتجارية أناك ستزيادة عدد مستفضل الواصل نعم النقطة الأهم في موضوعنا هذا الذي هو الحراك الذي يقوم فيه التحاد السعودي الحالي زي ما هو ظاهر لنا مبدئيا يعني نحن نتحدث لما في شيء فعليا إلى أندية الدرجة الأولى والثانية هو تفعيل دورها بشكل أفضل ونقلها من الصورة الموجودة عليها إلى صورة أفضل إيجادية وأكثر جاذبية للشركات لرعايتها واستقطاب مشركات تجارية في السابق تم الإعلان عن رابطة دوري الدرجة الأولى وشكلت بالرئيس لها ولكن لم يتم تفعيل أي مهام لهذه الرابطة زي ما يقولون دثرت مع انتهاء تعاقد الشركة الشركة الراعية لدوري ركاء سابقا هل تقصدك أجتمع على الأخير هذا حق قبل الثالس سنوات قبل الثالس سنوات تم إنشاء رابط لدوري درجة الأولى ولم يتم عمل أي مهام أخرى عليه الرابط لما زي ما يقولون ماتت في المهد في المهد الآن هناك إدارة مسؤولة عن دوري درجة أولى وثانية قيادة السنة أبو برقان فننتظر حراك مختلف ننتظر تفعيل أكثر للمسابقة قد يكون فيه تغيير لنمط المسابقة لمحاولة لجذب شركات تجارية مع قناعتي التامة أن الدوري درجة الأولى والتوزيع المناطقي هذا أكبر وسيلة جذب ممكن أن أستقطب فيها أي شركة متوائمة مع هذا الأسلوب لدوري درجة الأولى كيف وضحها أكثر كيف زيادة عددهم قد لا نحتر زيادة أنا أقولك وضع الحالي الدوري درجة الأولى مناسب لعدد كثير من شركات السعودية الكبيرة يحتاج مسوق لهذا الدوري يحتاج اهتمام من الاتحاد السعودي لتسويق بطريقة مختلفة بطريقة جميلة لو نتوجه لشركات النقل البري النقل الجوي شركات الألبان هناك قطاعات مختلفة تهتم بتسويق منتجاتها على مختلف مناطق المملكة ومنتجاتها أقليميا تتوزع مثل ما هو متوزع دوري درجة دوري درجة متوزع أقليميا هناك عدد من أندهم في المنطقة الشرقية الشمالية الجنوبية الوسطى والغربية فالتوزيع الجغرافي لدوري درجة الأولى والثانية فيه نوع من السمة الجميلة اللي ممكن تجذب أي شركة لرعايته والعقد شراكة معه فقط يحتاج الدوريين الأول والثاني إلى الاهتمام قد يكون هناك بعض الإجراءات لتفعيل الدوري بشكل أفضل لتسويق الدوري بشكل يساعد على تسويق الدوري بالأخير بشكل أفضل كمان الأمر الآخر اللي هو اتفاق اتحاد سعودي والشريء أو الجهة الناقلة للتنزيون السعودي على بث أكبر عدد من المباريات أعتقد أمر أهم من تغيير نمط الدورة وتغيير شكل الدوري دوري مثير دوري فيه تنفسية عالية الدوري الدرجة أولى وأيضاً كذلك الدوري الدرجة التالية فوجود اهتمام هذا مريح بشكل عام دعي خلنا اسمعت عليه قبو يوسف سعيد ها هلا والله أنا شوف زراعة بقول لك لا تزعلون مني أنا ما حب كلام التنظير ها وكلام قويسين وممتاز ولنقرام ممتاز وكذا ووفق الرؤية أجمع ترى الرؤية رؤية بلد بختلفة اللي دخلها بعوض خميس ولا دخلها بدوري الدرجة الأولى وحنا فيه أنا أبغى أتكلم أو ناقص الزميل للساد يوسف يتكلم عن موضوع أنه 24 نادي فعندية الدرجة الأولى حاجة كويسة وراح أتطور وراح كذا أنا أبغى أعرف كيف راح أتطور ها وإحنا عندنا الآن 16 نادي وله تقريباً 30 جولة كل جولة فيها تقريباً ما يقارب 8 مباريات ها وإحنا مش قدرين أصلاً نوفر لها نقل تلفزيوني لأخوان في القناة الرياضية إزاهم الله خير عندهم قناتين وأساساً لو أنا منهم ما أنقل مباريات لأنه لا فيه جودة لا فيه تنظيم لا فيه مناعب زي الناس ها لا فيه ترتيب لا فيه مؤتمرات صحفية ما فيه إجبار ومثلاً مشاركة الأندية كما يحدث مع دوري عبدالطيف جميل مع كل هذه الأشياء قاعدين ينقلون كنت أتمنى أنه أقول لا والله تعال أنا بقلل لأنه عشان أفتح أو أسمح أو أساعد القناة الرياضية أنها تنقل مباريات أكثر بشكل كويس وتكون مباريات عددها أقل تكون فيها جودة عالية من التنظيم تكون فيها جودة عالية من الملاعب من بيئة الملاعب نفسها لكني أروح أزيد وأنا فيه مأزق سابق ومأزق مش مأزق سيصل به إلى الكارثة زي ما نتكلم الآن عن قال له تتكلم عنه بتكون 24 نادي محترف ترى عندنا 16 نادي فعندية الدرجة الأولى يعني يفترض 16 نادي محترف الآن 24 نادي محترف معناها فيه ارتفاع لإجور اللاعبين المحترفين وهذا الشيء اللي احنا ما نبغاه وهذا الشيء اللي أسعاله اللي كانت تسعى لجنة الاحتراف بتخفيض أجور اللاعبين اللي كان يرأسها السيد عبدالله البرقان والآن الرابطة حق أنديت الدرجة الأولى اللي رأسها عبدالله البرقان تريد أن ترفع أسعار اللاعبين وشو السال فلعبوني ولا بخرب طيب أنا بضبط أنا تساولي هذا كان تساولي أنه الآن هل هذا فعلي توافق مع 20-20-20-30 لزيادة الأندية معناها زيادة المصروفات بالنهاية أنت في وقت الآن لتطلق مطلوب منك الترشيد شوف أنا ركزت على نقطة معينة اللي هي وجود حراك تجاه الدوري درجة الأولى والثاني مختلف عن السابق على مستوى الشيء المناطق قصدك مستوى الاهتمام مستوى الاهتمام حنقولك سعيد النقل ما أنقل دوري ما فيه اهتمام فيه لمؤتمرات لمؤتمرات لا رحيات بالضبط أنا أشوف نقطة أنه زيادة فيها زيادة أعباء زيادة الأندية فيها زيادة قد يكون الـ 24 توزيع على مجموعتين بس برضو هناك زيادة أعباء أنا النقطة المهمة بالنسبة لي أنه في بداية اهتمام من الاتحاد السعودي الحالي لدوري الدرجة الأولى والثانية لعادة هيكلة وعادة توزيع بطريقة المنصر إحنا نتكلم عن خبر صحفي إحنا ما نتكلم عن قرار رسمي من الاتحاد السعودي والأخبار الصحفية قد بالأخير يعني ما تصدق بشكل كامل أو ما تصيب الكامل الحقيقي بشكل كامل بس أحنا نمارس دورنا كأعلاميين فإحنا نتكلم عن إيش ساير في منبر يهم يشاورونك فيه تشيرهم تعطيهم الرأي هل خطوتكم هذه يا جماعة الخير أنتم مفقين فيها ولا لا هي تخدم 20-20-20-30 ولا ضربا آخر في قضية زيادة المصروفات بالأخير 20-30 فيها أهداف مختلفة عن الأهداف هذه وفيها أهداف ولا تركز بشكل كامل على ترشيد النفقات فيها أهداف أكبر من وفيها زيادة مصاريف على الهيئة العامة للرياضة من ضمنها زيادة الموارسين للرياضة ورفعة نسبة الموارسة بس أندية تجارية على قولتك هذه أندية تجارية خاصة محصر أندية زي كذا مدعومة من الحكومة والحكومة رح تصرف عليها صحيح متعبة هذه أندية الدرجة الأولى زيادتها بالتأكيد رح يزيد الأعباء وأنا ما اتفقت مية بالمية على النقطة أنا اتفقت على نقطة أن هناك حراك نشوف ظاهر من خلال إنشاء رابطة وإنشاء إدارة مهتمة من دورة الرجولة نحن ننتظر القرار النهاي بالأخير زيادة الأدية بالتأكيد زيادة الأعباء إلا إذا كان هناك توزيع مناطقي معين توزيع جغرافي معين للدوري جميل خلينا نمشي شوي عطيني باختسار السيدة سمعك ترى الأندية اللي في أندية الدرجة الأولى طالبوا بزيادة أو اللي في الثانية أو الثالثة طالبوا بزيادة ليش لأسفل سمع أنه في دعم 900 ألف لأندية الدرجة الأولى وكذا فبالتالي يبغون موارد مالية أي ما عليش بس أنا كنت أتمنى أن الاتحاد السعودي نفسها مجلس الاتحاد السعودي يدرس هذا الشيء طيب مع مثلا الناس اللي لهم علاقة في التشويق الرياضي في النقل التلفزيوني في الإعلام نفسه كله وشوفش المشاكل نتواجه هذا الدوري طيب وبالتالي أحدد وأدرس كيف أزيد أنقص ما يصير كده صحيح أكيد أن خطوة لابد تكون مدروسة بشكل كافي مثل ما تفضلتو على هاشتاق البرنامج عبدو مناء أشكرك ويقول أتمنى طي صفحة اتحاد الكرة السابق لكي نتقدم للأمام وبالتوفيق الملكي والزعيم مهارد لك للتعاون والفتح الزميل اسم اس اس رمز النفسة بالاسم هذا يقول ما احترامي لضيفك يقول إرادات اتحاد عيد 750 مليون والواقع تركهم للاتحاد وهو محمل بالديون وأين مكافأة منتخب الشباب الصقر يقول كلام أستاذ سعيد هلال صحيح ما يحصل تشهير وليس محاسبة أبو عبدالله الحجيلي يقول معي بالذكر أن السيرات سلمت من ضمن العهد وهي موجودة في الاتحاد وذكر ذلك في الصحافة يوسف الغنيمي يقول سؤالي لضيفك هل استفدنا من العاملين الأعضاء بالاتحادين السابق والحالي أم هم من يستفادوا من وجودهم بهذا الاتحاد تجاوبها باختصار صعب الجاوب لأنه لكل عضو الدور مهم قد يكون دور إداري دور فني فصعب أنه أقيم تجربة الأشخاص عاملهم ولم أعمل معهم طيب والصقر يقول تقسيم الندية الأولى إلى مجموعتين خطوة إيجابية أما دور الجميل مفروض تقلص الندية إلى عشرة يكون ذلك أقوى ننتقل وإياكم إلى المحور اللي بعدها صحيفة الحياة النموذجي يكتفي بالتعادل والسكري يفقد حلاوته الخبر حرر زميل عبداللغزال وذكر فيه أنه اكتفى فريق الفتح بنقطة التعادل أمام ضيف الأخوية القطر على رغم الأفضلية الميدانية الفريق الفتحاوي على مدار شوطي المبارات التي انتهت بهدفين لمثليهما وذلك ضمن منافسات التجولة الثانية المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا في الوقت الذي تعثر نادي التعاون أمام مضيفة الاستقلال الإيراني بثلاثة هداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى سعيد إهلال خليني أسمع رأيك مبارات الفتح أمس كان يلعب كويس وكان متسيد سبحان الله جاه التعادل في فجأة كذا كأنه خسر كأنه خسر كثير من الحضوض اللي له في داخل المجموعة المسي على زمينة عبدالغزال هذا أول شيء شيء الثاني الفتح بأمانة ظهر في دوري أبطال آسيا بمستوى مغاير جدا نتكلم مبارات اللي كانت الفاصلة لصعود دولي المجموعات هذه اللي شفتها مبارات السابقة صراحة ما شاهدتها مبارات الأمس يهدتها تماما كاملة عفوا المبارات جدا كانت ممتازة من الطرفين خاصة من فريق الفتح قدم مبارات جدا جميلة صراحة لكن أعتقد أنه أجساد الفتح كانت في دوري أبطال آسيا وعقولهم في دوري عبدالغطيف جميل للمحترفين لكنه كان فيه تركيز عالي أضعوا الكثير من الهجمات وما مراحة الفتفاصيل فالنية لأنه مختصاصي لكن أنا اللي شفت أنه الفتح أضعها فوز سهل جدا أتمنى أنه التوفيق بقية المشوار والتركيز على البطالات المشاركين فيها حتى الآن يوسف التعاون في قدم حلاوته الشيء كثير خصوصا أن المبارات المفروض كانت في أرض عمان صحيح فكان المفروض أنها تعتبر أرض حيادية المفروض النقاط ما يفرط فيها هذه صحيح صحيح والحقيقة التجربة راح تكون جميلة للسكر القصيم موجودة في دوري أبطال آسيا والمشاركة وكسر رحبة المشاركة في أول لقاء في بريدو الفوز كان دافع جميل وعطانا رفع سقف التوقعات بالنسبة للمتابعين والمهتمين النتيجة هذا الصبر لم تكن حقيقة تعبر عن واقع المباراة كثير من الفرص أضعها الهجوم التعاوني في لقاء الأمس قد يكون اللقاء فارق هدف أو تعادل قد يكون أقرب إلى الخسارة بثلاثة أي نتيجة يخرج منها التعاون خلال المباريات المجموعة في النهاية هي نتيجة جميلة وتجربة جميلة الإدارة التعاونية مطالبة بقراءتها بتمعا والاستفادة منها للسنوات القادمة ولا تتوقف تجربتهم ومشاركتهم عند هذا الحد وهذا بالنسبة لفريق الفتح الفتح سابقا لا أشارك فيه دورة أبطال آسيا ولم يحقق النتائج المأمولة ولا نعكست بالشكل الإيجابي عليه فأتمنى أن التعاون السنوات القادمة تنعكس عليه في شكل إيجاب وقد تأثر على الرائد للفريق الجار والاهتمام والحرص على الوصول إيجاباً للوصول إلى حظوظها في المجموعة كيف شايفها تعاون قد يصل إلى الدور الآخر وصوله حتى للمركز الثالث نعتبر نتيجة إيجابية في نهاية المجموعة تعاون ترى مع استقلال طهران ولكوموتيف طشكن والأهل المراتي خسر لقاءه بالأمس أمام الفريق الأسبكي الخاسر من الفريق التعاون وهذا يعطينا إن شاء الله أمل نرى ترتيب المجموعة استقلال طهران كلهم نفس النقاط كلهم ثلاث نقاط بالضبط يعني لا حظوظ حظوظ كويس بالضبط أنا أقول الخسارة الأهلي بالأمس تعطينا مساحة من الأمل للفريق التعاون ووصول المرحلة ما أهم من الخطوات اللي لازم ما يفرط فيها فريق التعاون إذا كان بيضمن أقل شيء مثل ما تفضلت حضور مشرف في البطولة هذه ويتأهل من المجموعات المطلوب التواجد والدعم الجماهيري اللي شفناه في المبارات السابقة على أرض الفريق التعاوني خصوصا متبقي لمبارة واحدة أمام الأهلي الإماراتي يجب أن لا يفرط فيها الأمر الآخر وأنا بالنسبة لي أعتبره أهم اللي هو الاستفادة استفادة كامل لمجمعنا واحد من هذه المشاركة بالأكيد لا يوجد استفادة مالية ولكن استفادة فنية وإدارية وعناصرية ترفع من مستوى وقيمة الفريق التعاني في المستقبل طيب أبو يوسف زمي سعيدة هلال الفتح تراه موجود في المجموعة مثل ما احنا عارفين مع استقلال خوزستان الأول ست نقاط والخوية أربع نقاط مع عمد مبارات أمس الفتح مع نقطة والجزيرة بدون نقاط كيف شايف حضور الفتح الصوت مواصلي بشكل كويس ولكن أول شيء دعني أتكلم لك عن سمعت سؤالي تتكلم لك عن سمعني سعيد سعيد سمعني سمعني سعيد طيب جاوبنا عن نفسي سؤال بضوظ الفتح مرة ثانية قد تكون أقل الأندية السعودية حضوظا الفريق الفتح خصوصا زي ما ذكر لك سعيد أن الجسد في آسيا والبال في دورة بطالة آسيا ترافع لنا قبل الأخير الآن مع 15 نقطة بالضبط وهذا لا يعكس واقع الفريق الفتحاوم في الدورة أنا حقيقة تبعت ثلاث مباريات أمام الأهلي أمام الاتحاد والأهلي والنصر الأخيرة الأخيرة وخسرت ثلاث مباريات ولكن قدم مباريات كبيرة حقيقة الفريق الفتح تغير نفس برات أمستر قدم مستوى كويس بضبط وخسر وصوصا مع عودة فتح الجبال حقيق مستوى جيد إلى ممتاز في بعض اللقطات كنت أتمنى عدم مشاركة الفتحك كنت أتمنى تركيزي بالدورة خسارة الفتح فريق كبير في نهاية الدورة وهبوط الدورة الأولى مؤلم حقيقة مؤلم كافة رياضية لا سمح الله هو لأي لا نتمنى على حاجة نعم بالتأكيد أنا أتمنى حقيقة تركيز الفتح على لقاءة الدورة متى ما فعل الأهلي في الموسم الماضي ركز على الدورة وحق الدورة ترك الجاهل الأسوية جميع فأتمنى الفتح فعلا الجاهل الأسوية في المراحل القادمة والاستفادة من تجهيز عدد من البدلة للقاءة الدورة طيب سعيد سمعت كلام يوسف الأخير يقول لك يتمنى أن الفتح يتجاهل الدورة الأبطال آسيا ويركز أكثر مثل ما حتى أنت بداية كلامك على الدورة الأبطال الجميل لكن خصوصا إذا ما عرفنا أن ترتيبها ترتيبها في المجموعة اسمعني سعيد أسمعني حسنا خصوصا ترتيب المجموعة الآن هو الثالث مع نقطة واحدة استقلال الخزستان الإيراني ست نقاط أخوية أربع نقاط والجزيرة الرابع بدون نقاط خلني بس برجع لك النقطة معينة معلش أنا موضوع التعاون ما تحدثت عنه وما علقت عليه أول شيء العنوان جميل في الحياة اللي هو التعاون يفقد حلاوته وأعتقد فعلا يفقد حلاوته اللي هو جمهوره اللي كان يسر الناظرين في المباراة الماضية بأمانة واللي كان على ما فارقه هو جمهور الفتح بالأحساء في المباريات الماضية اللي قيمت في الأحساء طبعا صراحة كان المشهد جدا جميل وإن كان التعاون بشكل يعني أكثر وبتنظيم أرواع وكان في حملة منظمة جدا من هذا التعاون صراحة أحب أن أشيد بلجنة الاستثمار والتسويق من هذا التعاون العمل الجبار اللي قاموا فيه وكذلك لدى الأخوان نادي الفتح لكن أتمنى أن التعاون يكون حريص يعني خلنا نكون واقعيين التعاون ما عاد لها أمان أو طموحات كبيرة بالدوري أو بأن يحقق حتى مركز متقدم على حسب العطاءات اللي قدمها دوري جميل ولكن التعاون لديه فرصة في كاس الملك ولديه فرصة في دوري أبطال آسيا وأنا أرى أن التعاون لديه الإمكانيات والقدرة أنه يذهب بعيدا في دوري أبطال آسيا فذلك أتمنى يركزون عليه وين ياصر؟ ما اعتبر اللي صار أمس كبوة جوال وين ممكن ياصر؟ إنساء الله بينهض كثير وين ممكن ياصر؟ ممكن يصل لدوري 16 يتخطى دوري مجموعاته الله يوفقى هذا شيء أتوقع بالنسبة للفتح أنا أشوف الفتح أنه ما أود يعني حيننا كسعوديين إذا كنتم يتكلم يقول هذه الأندية يتمثل الرياضة السعودية أو الكرة السعودية أتمنى الفتح يركز على دوري أبطال آسيا ولكن في شيء عندهم فيه مهم وفيه أهم هو الأهم بالنسبة للفتح ماذا كيف يصير شكل له أنه مثلا شيء دوري أبطال آسيا وهو بطل أندية الدرجة الأولى أنا أتكلم عن هذا الشيء تحدد إدارة نادي الفتح برأس أخوي أخوي الأستاذ أحمد الراشد وأعتقد أنهم وضعين في الحسبان يعني هذا الأمر نشاهد الفتح تقعد يقدم نفس المستوى طرح يا جماعة اللي قدم الفتح في الدوري قاعد يقدم في دوري أبطال آسيا الفتح يقدم كورة حلوة لكن ما في توفيق الله يوفقهم ووفق بقية فرقنا على هاشتاق البرنامج دخيل أو تخيل الشيء للتميمي يقول دوري أولمبيو دوري شباب ممتاز دوري شباب أولى دوري ناشئين ممتاز دوري ناشئين أولى دوريات ترهق كاهل الأندية مع عدم وجود موارد سعد القفالي يقول أنا مع الإعلامي سعيد التحقيق أولا شفافية ثانيا محاسبة ثالثا التشهير بناء على المحاسبة رابعا أبو محمد يقول من المستفيد من التشهير بأخطاء الاتحادين السابق والحالي وابو باسم المالكي يقول نظرا للنجاح الذي حققه الأستاذ أحمد عيد في الاتحاد السابق يحاولون بشتى الطرق تشويه سمعة الاتحاد السابق ننتقل إياكم إلى بقية محاورنا في حلقة هذا اليوم صادر من صحيفة المدينة وتحت عنوان الأهل يهدد ذبهان والهلال لمواصلة السطوة تفاصيل خبر ذكره الزميل علي الأحمر وفيه أنه فعل مجمع السلطان قابوس بالعاصم العمانية مسقط وعند الساعة السادس والرب من شاء الله يحل الأهل ضيفا ثقيلا على فريق ذبهان صفهان الإيراني ضمن لقاة المجموعة الثالثة في لقاء صعب على الفريقين فالأهل يتصدر مجموعة بثالث مقاط بعد انتصار مستحق على الفريق الأزبكي في الجولة الأولى فيما خرج فريق ذبهان صفهان بالتعادل من أرض العين المراتي وبهدف المثله بعد أن كان متقدما في النتيجة فيما يسعى نادر هلال إلى مواصلة سطوته على الأندية القطرية عندما يستضيف الريان الثلاثة على أستاذ الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة لدور أبطال آسيا في كرة القدم ولم يخسر الهلال أمام الأندية القطرية سوى مرة في آخر 12 مواجهة في دور المجموعات ففاز عليها ثمان مرات وتعادل ثلاث مرات ثمان مرات فاز وثلاث مرات تعادل وخسر مرة واحدة في مارس من العام 2015 بالمقابل لم يقدم الريان عروضا جيدا بعيدا عن قواعده بدليل خسارته 12 مبارات أو 13 مبارات من مجموع 13 الأخيرة بين السبع الأخيرة تواليا سعيد خل اسمع منك الأهلية بحل ضيف على ذبهان في أرض محايدة بس احنا نقول أرض خليجية حتى شفنا استقبال الجماهير العمانية الأخوان في المطار يعني المفروض أنه مبارات هذه ما تروح صحيح صحيح كان فيه مبادرة جدا جميلة وفاء كبير من لاعب عماد الحوسري النادي الأهلي اللي مثل خير تمثيل ومشاء الله قاد الحملة بنجاح وكان فيه حشد جماهيري كبير وبلا شك الأهلي يتمتع بقاعدة جماهيرية في دول مجلس التعاون كلها في العالم العربي العمل اللي قامت به أو الاستقبال الجميل من جماهير السلطرة العمانية أتمنى أنه ما يروح هدر لأنه فيه شغل جبار في النادي الأهلي في دوري أبطال آسيا الأهلي جايب معنوياات كبيرة فايز المبراء الأخيرة كان فوز بالنسبة له يعني مو ذاك الفوز الصعب فاز بهدوء بثقة الأهلي اليوم يفترض أنه على أقل التقدير أنه ما يخسر وأعتقد أنه هذا الشيء اللي لازم يشتغل عليه لاعبين ناد الأهلي أو يكون هدف بالنسبة للمدرب ناد الأهلي اللي قاعد يلعب على جبهتين الآن وقادر على المنافسة عليها اللي على دوري عبدالطيف جميل ودوري أبطال آسيا هذا بالنسبة للأهلي إذا بنتحدث عن الهلال طبعا ما فيها خلني أقولك مقارنة بنتائج الهلال الماضية مع نتائج نادي الريان ولكن في مقارنة بأفراد الفريقين فريق الريان ما أعتقدون أنه يقل عن فريق الهلال أو عن أفراد فريق الهلال فريق الريان يمتلك عناصر جدا مهمة جدا مميزة لاعبين على قدر كبير من المهارة وقدرة الفنية يمتلك مدرب لادروب اللي شهدتها نمبراته الأخيرة أمام الغرافة اللي راح من خلالها بعض اللاعبين المهمين وكان متقدم وخسر قلبها نادي الغرافة بهدفين مقابل هدف هذا الشيء لا يمنع أن الهلال يستطيع أن يحقق الفوز خاصة أنه سيتواجد في الرياض على عرضه بين جماهيرا عرض جمهور الهلال في دور الأبطال آسيا وحضورهم المكثف واتفاعلهم الكبير لكن هناك ملاحظة مهمة جدا في الهلال الهلال ليس الهلال اللي نعرفه اللي كان يقدم الكورة الجميلة الكورة المميزة الهلال اللي كان يمتع نحن مصر لا نبحث عن متعة نبحث عن فوز الهلال المباراة الماضية أمام فريق الإيراني كان قابه وقلسينا أودنا من الخسارة كانت الخسارة أيضا بأخطاء فردية كان في أخطاء كوارثية من لعبين الوسط ولعبين خط الدفاع وكان في رعونة في المهاجمين أنا أتمنى أن يكون الهلال مركز في مباراة اليوم أكثر أو أنه مدرب رامون دياز يكون مركز أو وقف على هذه الأخطاء طبعا مش حنا نعلم رامون دياز رامون دياز يعلمنا كلنا في هذا المجال لكن أتمنى أن يكون في تركيز في هذه الهلال وعدم تشتيت الذهن يعني بجهتين أوكي نعم أنت تقاتل على الجهتين أو أو عندك تنافس على الدوري وتنافس على دورة بطال آسيا ونت قادر على هذا الشيء وهذا الدكة تحكمه دائما بالنسبة لأي فريق ولكن لا أعتقد أنها تحكمه بالنسبة لأي أنا قولتكم تكررتها أكثر من مرة خلنا قضية أنه أنت الأهلي والهلال أنت قلت نفس العبارة هذه يلعب على جبهتين طيب هذا اللي خلاه ما يأخذ لا هذا ولا هذا لا أحصل دورة بطال آسيا ولا أحصل الدوري لا الأهلي ولا هلا كلهم لا أخل الأهلي سحل ستتأيين نقل مثال العام الماضي ممتاز أنت وقت تكلمت عن شغلاء أنت قلت لي تتكلم عن الدكة أنا عم أنا أتكلم عن الدكة ترى الأهل أهلي السنة هذه زانت دكة وفي السنة الماضية كان ما أخذ الدوري السنة هذه زانت دكة بس مستوانة في شعر العام الماضي الأهل السنة هذه زي الأهل العام الماضي كيف؟ الأهل السنة هذه زي الأهل العام الماضي؟ لا 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 أنا قلت لك أنا قلت لك في موضوع مهم له الدكة إذا عندك دكة قوية طبعاً هذا بعد توفيق رب العالمين وأنه يكون عندك الحظ حليفك يعني فهمت علينا ما تكون عندك دكة قوية طيب دكتهم زينة وقوية بس ما أدى ونفس المستوحق العام الماضي لا لا السنة هذه تحسنت دكة الأهل للأمانة طيب في المقابل دكة الهلال ما صار فيها أمانة طرع عليها أي تعديل لاعبين أكبار بالسن تستقطبهم وما تستفيدونهم طيب أنت مع الفكرة هذه قالها غروس وقالها دياز في أكثر ممناسبة نفس كلامك هذا بس بعبارات أخرى قالوا إحنا نطمح ليجأ كل البطولتين هذا كلام صحيح؟ يقدرون خصوصاً مع قوة وشراسة المنافسين هنا وهنا؟ إذا عندك في قامة الثلاثين لاعب لاعبين بخلني أقول 15 لاعب بمستوى 100% ومثلاً 15 لاعب بأقل منهم مثلاً بعشرين بالمئة أو شيء تستطيع ولكن عليك أنك تعرف تتوزع أو أنك تعرف تعمل تدوير أو تعمل توازن في لعبين على فكرة أخي علي في لعبين في الأندية خرين تهين موسم ما لعبوا لأنه لا يوجد الفرصة وما يقدرون يلعبون أنا هذا كلام بالضبط واقع الحال خلينا من المفروض والحتمي وربما بواقع الحال الآن الهلال كم له سنة ويحاول؟ كل سنة نفس الموال من خمس سنوات ويقول أنافس على ترآسيا وأنافس على الدوري لا أخذ هذه ولا أخذ هذه الأهلي ركز العام الماضي على الدوري واخذها الأهلي العام الماضي حلو كلامك جميل واقع الحال بيقدرون؟ لا واقع حال الهلال في السنوات الماضية كان غير قادر الهلال بغض النظر عندما وصلت للمبرة النهائية مع سدني وخسرتها بأخطاء تحكيمية وبرعونة لاعبين وبأخطاء الفنية السنة هذه الهلال غير قادر أنه ينافس على بطولتين معناته؟ أنا أقول لك السنة هذه يعني يجب أن يطبق اللي يقول لك رحم الله ركز على شيء رأيك المفروض أنه يركز عليه بالله يشوف الأسيوية حلم حلم كبير بالنسبة للهلاليين حلم أعتقد أي هلال يتقول لها الأسيوية ولي تخسر الدوري خمس سنوات جاي يقول لك أفغل الأسيوية لأنه في عقدة في منشار البطولات الهلالية اللي هي المشاركة العالمية وهذا الشيء وضعوها الهلاليين أنفسهم هم وضعوا هذه العقدة بنفسهم من خلال التركيز عليها لكن أتكلم لك أن الهلال قادر على المنافسة على الدوري فقط الأهلي ربما يذهب بعيدا في دوري أبطال آسيا إذا ترك طيب واضح على فكرة الأهلي ترى يعني مو من فرق المرشح حسنا هذا بشكل كبير للدوري أوكي هو حسابيا يقدر لكن ليس من فرق المرشح طيب نبنسمع يوسف رشيد هنا توافق راية والله يشوف آخر الكلام سرعة ما سمعت بشكل واضح بالنسبة لي وقالك المفروض أنه الهلال يركز على الآسيوية ممتاز طيب هلالة أم تصدر الدوري فرق ست نقاط فهذا غير منطقي أنا أتكلم عن كلام هذا الأمر الآخر تحديدا الهلال قادر الأندي الكبير الهلال والأهلي وبقية الأندي أنها جماهريا لا يقبل منها أنها تركز على بطولة واحدة حتى لو كان هذا مثلا يعني منطقيا أنه يجب أن تركيز على بطولة الإمكانيات الإمكانيات موجودة في الهلال الإمكانيات فنية إمكانيات لاعبين موجودة فس ما قدروا يسوي مكاشفات لو نرجع للبطولة السادقة ما قدروا يسوينا خمس سنوات يرددون نفس الكلام خلينا نقول نقدر نقدر البطولة الأسيوية ما قدروا لاها ولا هذه البطولة الأسيوية تقسيم البطولة الأسيوية إلى قسمين في نهاية الموسم وفي بداية الموسم توزيع الأحمال بين المباريات الأسيوية والبطولة الدوري تحتاج جهاز فني متكامل لياقيا وفنيا تحتاج زي ما ذكر لك سعيد دكة قوية أيضا تساندك الواقع الحالي للهلال وصدارته بفرق 6 نقاط عن البقية الأندية يجعله وتوزيع المباريات أيضا لو نرجع لجدولة المباريات نشوف هناك توزيع منطقي يعني ومن السهولة أني أنا أركز على البطولتين ويجب علي أن أركز على البطولتين حقيقة يعني للهلال والأهلي الأهلي ما زال قريب للدوري ويجب عليها أن ينافس العام الأهلي ابتعد كثيرا عن بطولة الآسيوية رغبة منه التحقيق البطولة الدوري كأول مرة بعد فترة طويلة واقعنا إحنا الحالي قد يؤكد ما وصل له الأخ سعيد أنه بإمكان الهلال أنه يركز على البطولة الدورية والبطولة الآسيوية ولكن الرغبات الجماهرية والرغبات الإدارية والقدرات الفنية الجميع مؤمن فيها يؤكد أن الهلال الذي يجب عليها أن يركز على البطولتين خصوصا خصوصا أن الدوري الآن يبتعد الفرق كبير عن الآسي الثاني والأمر الآخر أن البطولة الآسيوية النصف الأشد أو الأقوى تأثير مع بداية الموسم يمكن أن يستخدم استعداد آخر أعطيني رأيك عشان أن أذهب إلى المحورة الباقي لنا أعطيني رأيك عن الشحذ الجماهيري مبارات هلال اليوم في أرضه وبقية فرقنا كلها إذا كنا نلعب الأهلي نفس الشيء بس العمانيين نحن ما نمون عليهم نمون عليهم أخواننا لكن أرض في مباراتك في ملعبك حضور الجماهير المفروض يصير إيش المفروض يصير كبير جدا مثل ما شفنا التعاون والحضور الجماهير المشرف يجب أن نراه هذا المسال للهلال ولكن للأسف اللي صار على السطح الآن واللي الجميع يشوفوا أن المتابع الهلالي والجمهور الهلالي أصبح بعيدا عن الاهتمام في وبالمقابل يقولنا ببطولات بالضبط ويركز على مشاكل قائمة مثل مشكلة عوض خميس والمناكفات القائمة بين الإعلام الهلالي والنصر وفي هذا الشأن فابتعاد الفريق قد يكون منصالح وبتعاد الفريق عن الشحن والضبط قد يكون منصالح ولكن قد لا نرى الحضور الجماهيري أمر آخر نقطة مهمة الحضور الجماهيري للأهل في عمان أنا أعتبره حضور جميل ويؤكد مدى قوة وحجم المتابعة الجماهيرية للكرة السعودية في أراضي العمانية تحديدا ويجب أن يستفاد منه استفادة استثمارية من الأندية بمشهد الهلال والإتحاد العام والهلال السنة ومتوقع جاهد جمهرية كبيرة للأهل هذا المسؤول بمشهد الله على هاشتاق البرنامج أبو خالد يقول الحديث الآن عن اتحاد عيد ومدنياتي يدين الاتحاد الحالي وأنه لم يكن عند المسؤولية ولا كيف يتسلم إدارة بلا قوائم مالية حيدر أبو طالي يقول الفتح قدم برات أكثر ممتازة وخرج بنتيجة إيجابية عطفا على ظروف الفريق الهدف المبكر الفريق الإيراني أربك التعاون شبكة سونك يقول في بطولة أبطال آسيا بالتوفيق للزعيم الليلة في حاصل النقاط والقادم أفضل إن شاء الله للنموذجي وحظ أوفر السكري في قادم الأيام فيما تبقى لنا من ثواني قبل أن أشكر الضيوف أشكركم على مشاركتكم أعزائي المشاهدين الكرام كان هناك لقاء أجرته صحيفة اليوم مع اللاعبة السعودية سارة العطار وأجرت الحوار فيما يتعلق برؤية 2020 وأنها بحسب روايتها فتحت الباب لتطوير الرياضة النسائية وذكرت شكرها للأميرة ريمة بنت بندر شخصيا وأنت أولتي تعتبرها ملهمة وذات تأثير عميق فقد قالت سارة العطار أن تعين الأميرة ريمة بن بندر السلطان وكيلا الرئيس العام لأهيئة الرياضة للقسم النسائي خطوة رائعة وإيجابية في سبيل خدمة الرياضة النسائية بالمملكة فسمو الأميرة ربما تعتبر نموذج الأمثل ليعتلي مثل هذه المناصب نظرا لما لديها من خبرة واسعة وتجارب عديدة من شأنها تنعكس بشكل إيجابي على تجربتها الحالية وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم لم يتبقى لي لا نتقدم بشكر جزيل لكل من شاركنا كل واحد بسمع على هاشتاق البرنامج عالم ندرس كورو الصحافة الشكر يمتد إلى الضيوف الكرام في حلقتنا هذا اليوم يوسف أرشيد في ستوديو الرياض شكرا لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك إلى سعيد الهلال أبو يوسف شكرا لك من ستوديو دمام كنت ضيفنا في هذا اليوم شكرا لكم ولكن عندي رسالة قصيرة جدا كان قصيرة جدا حاج السعودي لكرة القدم طالب بإعادة دمج دوري أبطال أسفل مجموعات الشرق بالغرب من بداية البطولة لأنه بصراحة هم قاعدين يتطورون بعيد عنه وحنا ما نذر عنه اللي قاعد يصير لاحظوا أو راجعوا عدد البطولات اللي حققها الأنية السعودية كان في دمج عند الفصل ما حققنا شيء يا سلام عليك الفكرة وصلت شكرا لك شكرا لكم مرة من خلال زم شاهدين نلقاكم على خير مشاءة الله